الآية دي كتير بيفاموها الناس غلط فيه ناس بتعتبر ده تلميح عن أن الزواج والعلاقة الجنسية فيها شيء من الخطأ وحاشا ليكن الزواج مقدساً في الزواج خطة موضوع من الله الكدوس في الزواج مقدس لا محالة لكن في نفس الوقت هناك من يعتبر هذه الآية بمعنى أن الإنسان يولد بميول خاطئة أو بخطية في صميم طبيعته لكن لكي نفهم الآية أي آية يجب أن نقرأها في سياق الحديث وأيضاً في سياق الكتاب المقدس ولا نخرج بأي معنى وأي فهم يتعارض مع باقي مبادئ كتاب المقدس فالكتاب المقدس يقول أن الأطفال أبرياء لمثل هؤلاء مركز السماوات فكيف نقول أن داود ولد خاطئ أولاً هذه الآية هي آية أو عدد سطر مذكور من ضمن حديث شعري اسلوب شعري والاسلوب الشعري معروف أنه اسلوب يحتمل كثير من المبالغة والتصوير البلاغية وهذه صورة بلاغية أراد داود أن يصف عزم خطيته وأراد أن يضخم جريمته فوصفها بأنه هو معجون بالخطية أو مصبوغ من يوم نشأته بالخطية فهذا تصوير بلاغي ولكنها ليست عقيدة نأخذها بطريقة مباشرة بأن الإنسان يولد خاطئ فقد أراد داود أن يصف أنه خاطئ جداً ولكن لم يريد أن يقول أن الطفل يولد خاطئ فقد أراد داود أن يكون مباشرة فقد أراد داود أن يكون مباشرة